وأخيراً أصبح قاضي الإعدامات الجماعية في إيران في قبضة القضاء السويدي حيث انطلقت في العاصمة السويدية ستوكولم محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري بتهم المشاركة في الإعدامات الجماعية للمعارضين الإيرانيين والجرائم ضد الإنسانية والقتل مع سبق الإصرار في ثمانينات القرن الماضي وتتكون لا يحد الاتهام السويدية من ثمانية آلاف صفحة ضد حميد نوري نائب المدعي العام السابق في مدينة كرج غربي إيران حيث يقول الدعاء محاكمة نوري إن الأخير متورط في إعدامات جماعية لمعارضين إيرانيين من منظمة مجاهدي خلق ومنظمات يسارية أخرى عام 1988 بأوامر مباشرة من الخميني نفسه وكان الخميني قد شكل لجنة عرفت بلجنة الموت مكونة من أربعة أعضاء وهم الرئيس الحال إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي وزير العدل والداخلية السابق وحسين علي نيري المدعي العام السابق ومرتضى إشراقي مدعي عام طهران حينها لمحاكمة المعارضين للنظام الجديد ومن المقرر أن تعقد ثلاث جلسات خلال هذا الأسبوع لحميد نوري الذي ألقي القبض عليه عام 2019 في مطار ستاكهون الدولي وكانت أطراف مدنية من ذوي ضحايا المعدومين قد تقدموا بثلاثين شكوى ضد نوري يطالبون بتقديمه إلى العدالة والاقتصاص منه ومن بقية أعضاء لجنة الموت السابقين وتؤكد المعارضة الإيرانية في الخارج أن محاكمة نوري ستصعب من مهمة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في الانفتاح على المجتمع الدولي وتطبيع العلاقات بين طهران وبقية دول عالم في سبيل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران